بعد هذا كله يتبين لنا أن الأسباب المعننة لم تكن هي الدافع الحقيقي لغزو العراق واحتلاله عام 2003 وإنما كانت غطاءاً للأسباب الحقيقية التي تشكل عقيدة ومصلحة لدى الرئيس الأمريكي بوشي الإبن ومساعديه لأنهم كانوا يؤمنون أن حرب الكويت لعام 1991 لم تكتمل أهدافها بعد وأن مشروع القرن الأمريكي الجديد الذي يؤمنون به لم يتحقق إلا بالقضاء على نظام الحكم في العراق الذي يقوده صدام حسين والذي سيقود إسقاطه إلى إسقاط بقية الأنظمة العربية مثل تساقط حبات الدومينو واحدة تلو الأخرى ليتحقق مشروع القرن الأمريكي الجديد الذي سيخدم مصالحهم ومصالح الصهاينة في المنطقة العربية فحرضوا وساندوا وساهموا ودعموا مصادقة الكونغرس الأمريكي على قانون تحرير العراق الذي وقعه الرئيس بيلي كلينتن عام 1998 قبل مجيئهم إلى الحكم وقبل وقوعها يومات الحادي عشر من أيلول سبتمبر بثلاث سنوات ونصف تقريباً حين وجهوا رسالة مفتوحة إلى الرئيس كلينتن نشرت يوم سبعة وعشرين كانون الثاني عام 1998 يدعونه إلى قلب نظام الحكم في العراق للتخلص من رئيسه صدام حسين وكان من بين الموقعين على هذه الرسالة دكتشيني الذي أصبح نائباً للرئيس بوشي الإبن ودونالد رامسفيلد الذي أصبح وزيراً للدفاع ونائبه بول وولفود فلم تكن بدعة أسلحة الدمار الشامل ولا العلاقة الموهومة بتنظيم القاعدة ولا حتى مصلحة الشعب العراقي ودكتاتورية صدام حسين هي الدافع لغزو العراق واحتلالها ولا شك أن اللوبي الصهيوني ومنظمته آيباك قد لعبت دورها في هذا المجال من خلال ممثلها نائب وزير الدفاع اليهود الصهيوني بول وولفودس الذي كان من أشد المتحمسين والمحرضين على إسقاط نظام الحكم في العراق لأنه كما يقول يدعم مادياً ومعنوياً المقاومة الفلسطينية والذي رفض دعواتهم للتخلي عن هذه السياسة التي أطلق عليها اسم الإرهاب كما كان العامل الاقتصادي دوره في هذا المجال فالتاريخ لا يفسر بعامل واحد أو عاملين فقد كانت هناك مجموعة أخرى من المحافظين الجدد تؤمن أن الحرب تعني الحصول على الأموال وتشغيل مصانع السلاح والشركات وغيرها من مستلزمات الحرب بما فيها تشغيل شركات العلاقات العامة والتسويق الإعلامي التي كان لها دورها الواضح والمباشر في التضليل الإعلامي لهذه الحرب كما أن الخراب الذي ستولده الحرب سيحتاج إلى عادة بناء وهذا يعني مزيداً من الأموال في جيوبهم وأخيراً فأن غزو العراق واحتلاله لم يخلو من دوافع شخصية تمثلت في إيمان الرئيس الأمريكي بوشي الإبن أنه لا بد أن ينتقم من الرئيس العراقي صدام حسين الذي اتهمه بمحاولة قتل والده عند زيارته للكويت وكان يردد دائماً هذا هو الشخص الذي حاول قتل والدي وتلك هي القصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر